السلام عليكم هذا الإنسان قال عن بعض الناس إنه متلاعب فسبحان الله الله أظهر عليه هذه السمة بوضوح في المنشور السابق يقول لا يهمني أحمق يحرق صفحات القرآن جعل القرآن صفحات وقال هذا لا يهمني إنما يهمني ماكر إلى آخره لتبقى الأوراق سليمة يعني لا يهمون سلامة الأوراق بينما المعاني محروقة التغريضة واضح كل الإخوة يعني الذين احترقت قلوبهم غير على القرآن الكريم لما رأوها كثير منهم يعني يتكلم الآن هو يكتب من المؤسف أن نضطر لتوضيح الواضحات حرق أوراق القرآن يؤلم قلب المؤمن إيش اللي تغير الآن ما أنت قلت لا يهمني كيف يؤلم قلبك لا يهمك بنفس الوقت كيف لكنه لا يخيفه بفرق بين لا يهمني ولا يخيفني طيب يقول له كان يجدر بك أن تقر بخطائك وأنك لم توافق في الإفصاح عن مرادك هذا إذا كان ما غير رأيه لأنه أحيان يقول قول ثم عندما يغير رأيه ما يقول غيرت رأيه أو ندمت على قول إنما يقول أنتم الذين لم تفهموا كلاما ويقول له رجوعك عما قلت يزينك الرجوع الحق فضيلة لكن عندما يحاول الإنسان أن يقول لا أنتم ما فهمت وما بعرف هذا تلاعب بالكلام قال وأن تنزل الناس مواقفهم وموافقهم ومخالفهم موقعه من قيلك نصيحة لكتاب الله أن يستهان بأمره وأن أمرا وأن أمرا كالذي كان لو كان في سالف الدهر لكان ما تعلم من أمر المسلمين جميعا المسلمين ترى لو كان هذا في سالف الدهر في زمان العزة وحصل مثل هذا هلا تعلمون امرأة امرأة تعرض شخص لها ففي قصة ومعتصمها المعروفة ماذا حصل لأجل امرأة فكيف بكتاب الله سبحانه وتعالى النبي يقول لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يمتهن هذا يقول لا يهمني ثم الآن يأتي ويغيروا كلامه لا أنتم يجب أن تفهموا من كلامي معنى آخر غير الذي قلته فالأخ هنا يقول له ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت هذا يقول له لكنك قلت لا يهمني وليس ولم تقل لا يخيفني قال الله غير موفق أخي الكريم في كلامك هذا يقول لا يهمك هذا يقول وهل ضاقة اللغة على التساعي حتى تعبر بأنك لا تهتم بحرق المصحف ألا يمكن أن تغضب لله في تغريدة وتلفت أنظار الناس إلى المعنى الآخر وهذا الوقت المناسب للتعليق حول هذا الأمر والناس كلها منتفضة لكتاب الله أكتب تغريدة واعتذر منها إن كنت ممن تجرد للحق فلقد أخطأت ورب الكعبة طبعا في ناسي طبلولو أكيد هذا يقول لي هل ستحذب الفيديو وتعتذر أنك فهمت خطأا هو واحد يقول كلام ثم يقول عكسه ويزعم أن الناس هم الذين فهموا خطأا طيب أنا كلامي في الفيديو قصدت به إبليس ما قصد به فايزي الكندري وأنت اللي فهمت خطأ هذا ما يجوز للإنسان يعني يغير ويحرم هذا ترقيع منك هذا يقول له هذا ترقيع منك فكلامك كان واضحا قلت لا يهمني وكيف يؤلمك شيء لا يهمك هذا يقول له عذرا يا شيخ كلامك الأول كان يفهم منه غير ما بيّنته تماما مثلا هنا تقول يؤلم قلب المؤمن ومن تألم الشيء فهو مهم عنده وهناك تقول لا يهمني وتريد أن نفهم إن قصدك لا يخيفني لا تأخذنا في كلنا مغطئ ولكن الأولى أن تقول إنني أخطأت في الكلمة وكنت أقصد هذا الشيء لا تخيفني يعني سبحان الله بعضهم يستحي أن يرجع عن موقفه المخزي ويستحي أن يرجع عن تسميته المصحف أوراقا بطريقة تؤهم النقصة في هذه الأوراق في أن ليس فيها كلام الله طيب قل عن عالم بلادك قماشة طالبناك قل عن عالم بلادك قماشة ولا يهمني أن تحرق قل ولكن هذا لا يقوله لا يقوله لكن يقول عن كتاب الله سبحانه وتعالى أوراق الكتاب الذي أمرنا بتعظيمه أوراق ثم الآن لما يعني لامه الناس وشنعوا عليه صار يريد أن يبرر ويقول لهم الذين لم يفهموا كلامه طريقة سخيفة في التعامل مع المسائل ارجع وقل أنا آسف وأخطأت فإذا فعلت ذلك سنقول إنه اعتذر وأخطأ ولن نحذف الكلام الماضي لأنه كان حقا بحق الذي يعتقد أن الذي في المصحف كلام حبر ليس كلام الله غير المخلوق وليس يجب تعظيمه وليس يهم المسلم ليس يهم المسلم أمره إذا رجعت نبين للناس أنه رجع لكن عندما يعني تريد أن تلعب بالناس كالأطفال لا هذا ما غير مقبول والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر